السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي طلبة وطالبات الصف الخامسة الابتدائي. ان شاء الله متابعين ومكملين مع بعض منهج اللغة الانجليزية لعام الدراسي الجديد الفين تلاتة وعشرين بازن الله. يتم شرح المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. كتاب جيم وكتاب بايبيت وكتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. في قائمة للصف. الخامسة الابتدائي لعام الدراسي الجديد الفين تلاتة وعشرين. ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة جنرال. براك تستدري معا ايه? الجزء الخاص بي. يعني كارئ. كارئ. غير خيالي او قصة غير خيالية. يعني من الادب الايه? الواقعي. يعني قصة غير خيالية او قصة ايه? قصة حقيقية. بيقول لي هنا ايه? اول حاجة لسن استمع جيب لي بعض الكلمات. هنوظفها داخل النقاط في الحوار اللي دار ما بين سارة واميرة. صفحة 142 من كتاب جيم. هنشوف الكلمات ايجيبت اللي هي دولة مصر. من كايرو القاهرة. اللي هي العاصمة. بيقول لي هنا سارة بتقول ايه? عايزة تقول من اين انت او من اي بلد انت. تمام? من اي بلد انت? بتقول لي اميرة. انت من اي بلد? وراريو فروم. وراريو? فروم. هنا ردت على اميرا وقعت لها ايه? انا من ايه? طالما دولة يبقى ايجيبت. انا من دولة مصر. اي ام فروم ايجيبت. هنا سارة لها ايه? عايزة بقى تسألها العاصمة بتاعتها هي ايه? وات يعني ما هي? العاصمة. ما عاصمتها? عاصمة جمهورية مصر العربية ايه? اميرة هنا قيت لها ايه طبعا? كايرو القاهرة. القاهرة هي عاصمة جمهورية ايه? مصر العربية. كايرو القاهرة. هنبدأ نقرأ ونوصل. بيقول لي هنا اريد اقرأ ان ما تشوصل. كندا في شمال امريكا الشمالية. تمام؟ بقى نقرأ الاختيارات. نحن نأكلها بالفطائر على الافطار. نأكلها بالفطائر على الافطار. على وجبة الافطار. لفطائر على الافطار. يعيش في غابات باردة. ان ات كابتل ات ايه از اتاوة. وعاصمتها اتاوة. هم يرتدون مع طف سميك جدا. يبقى هنا عندي كندا. از نورث اوف نورث امريكا. دي بتكون في شمال امريكا الشمالية. وعاصمتها اتاوة. ان ات كابتل اوف ات از اتاوة. والعاصمة بتاعتها اللي هي اتاوة. بيقول لي هنا. ان كولدر بارتس اوف كندا. في الاجزاء اللي هي الاقصر برودة. في كندا. الناس بتعمل ايه. ذي وير هم يرتدون اذير ثيكوت مع طف سميك جدا. عشان ايه. يحفظهم دافئين. يبقى هنا دي رقم اتنين. كندا سبيرز. الدبابة الكندية. الدبابة الكندية ما لها. بتعيش في غابات باردة. يبقى هنا هنقولها ازاي. الدبابة الكندية. بتعيش في الغابات الباردة. دي رقم ثلاثة. اللي هو شراب الكاوكب. الكاوكب. تمام? از اسويت. ده بيكون حلو. ويكون جميل جدا. تمام? نحن ناكله. باع الفطائر او ناكله بالفطائر. على وجبة الافطار. يبقى هنا دي رقم اربعة. يبقى هنا اختيارات. وهنختار الاختيار الصحيح. رد اقرأ ان شو زو اختار ذا كوركت انصى الاجابة الصحيحة. كندا از. كندا دي بتكون ايه است؟ شرق. نورث شمال ساوذ جنوب. اوف نورث امريكا. امريكا الشمالية. بتكون فين من امريكا الشمالية. طبعا بتكون في شمالها. النورمال دايز. في الايام الايه. نورمال اللي هي الايام العادية. بوليس ان كندا. الشرطة في كندا. اه بترتدي ايه شارت. بترتدي ايه شارت. اميس لون ايه. اميس لونه. رمادي. جرين اغضر. ريت احمر. بيرتدوا اللون الايه. الرمادي او الاميس الرمادي. رقم تلاتة. ميسي ايت بان كيكس. هنا ميسي بيأكل الايه. الفطائر فور ايه. لانش للغداء. ولا. بريكفاست الافطر ولا دينار اللي عشاء طبعا بيأكل ايه. بان كيكس الياه الفطائر. فور بريكفاست الافطر. رقم اربع بيقول هنا. توتيم بولز. توتيم بولز اللي هي الايه. اللي هي. اه يقصد بيها. اللي هي الاعمدة المنحوطة او المزينة بالرسوم توطمية. او بتكون ايه بقى. فوتوز دي صور. دي منحوتات ولا بيك شارت صور. طبعا بتكون بتكون ايه? عبارة عن ايه? اللي هي الايه? المنحوطات. جابلي بعد كده الصفحة لقصتها صفحة مية تلاتة واربعين بيج ون هوندرد فورتي ثري. انظروا اكتبها نشوفها الصورة ونكتب احنا. دي ايه? ده دب ودب يعني ايه? دب يعني ايه? دب يعني بير. دي ايه? ديت اللي هي ورقة اشجار ورقة القايكب. ورقة شجرة الايه? القايكب. اسمها ايه? ليف. وده ايه? اللي هو العمود اللي هو نحوت كده برسوم توطمية اسمه ايه? توتم بول. ده طبعا اللي هو الايه? العلم. وعلم يعني ايه? علم يعني فلاج. كميلي هنا بيقولي بقى هنكمل الفراغات باستخدام الكلمات. اقرأ واملأ الفراغات باستخدام الكلمات فورم ذالست من القيمة. يعني فاتح. اوسم رائع. يحمي. الجلد. خاص وايه? ويمميز. بوليس ان كندا. الشرطة في كندا. بيكون عندها زي ايه? الشرطة في كندا هيكون عندها زي ايه? اوسم. بيكون عندها زي اوسم رائع. ذي وير اد. هم بيرتدو ان نؤات ديز. في الايام الايه? الايام اللي هي الخاصة. سبيشال خاصة او مميزة. ذي وير اد براون لذر. هات. بيرتدو كبعة لذر. من الجلد. براون لونها بني. بيرتدو ايه? بيرتدوا كبعة من الجلدة لونها البنة ايه بني فاتح يبقى لايت لها حفة ايه حفة عريضة ليه الحفة العريضة دي وجوههم عشان تعمل ايه في وجوههم من الشمس عشان تحمي وجوههم من الشمس يبقى لتحمي وجوههم من الشمس عندهم ايه جاكت لونه ايه ريد احمر من الجلدة او بيكون فيه حزام بني غامة يبقى عندهم جاكت احمر ويه جاكت ده بيلبسوا عليه حزام من الجلد بني ايه بني غامة او داكن وعندهم الايه اللي هو الايه الجوانتي بتاعهم او الكفازات بتاعتهم بتكون ايه برضو من الايه من الجلد براون دارك برضو نفس الحكاية الكفازات نفس اللون او نفس الصناعة من الجلد اللي هو لونه بني ايه غامة ويكون ايه طويلة الكفازات بتاعتهم كمان طويلة شبا علامات التاركين بيقولي هنا باكتويت اسرقم الجمل التالية كندا دي التاني اكبر دولة في العالم عندي داي منعيني على اول حرف وبعمله كابتل كندا نعمل لها ستيف تاعتها كابتل عشان دي دولة تمام سؤال بها لنعمل في الاخر كوستش المركة علامة تستفهم تاني حاجة دية الايه الدولة المدهجة بتاعتي او الخاصة بي يعني على اول حرف واتكابتل that is اختصار is لبوستر في الاس دي تاني حاجة من علامات التاركين اه نيجي هنا في النهاية نعمل في الستوب كده نقطة في النهاية لان دي جملة خبرية مش استفهمية كده حبيبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يا رب ينولي اعجابكم اشكركم على الحسن استماعكم اتمنى متابعتكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته